وخلال موسم الأمطار التي شاهدتها البلاد مؤخرا تأثرت البنية التحتية لعدد من المواقع في مدينة صباح الأحمد وعلى الفور قامت المؤسسة العامة لرعاية الزكنية في متابعة أعمال الصيانة لتلك المواقع وللمزيد حول هذا الموضوع تنضم معنى على الهواء مباشرة من مدينة صباح الأحمد الزميلة لما بعلاوي مراسلة تلفزيون دولة الكويت بداية لما كيف تسير أمال الصيانة التي تشرف عليها المؤسسة العامة لرعاية السكنية في مدينة صباح الأحمد نعم يتقلع في مشاهدين الكرام كما يعلم الجميع كمية الأمطار الكبيرة التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة كان لها تأثير كبير على البنية التحتية في مدينة صباح الأحمد طبعا المؤسسة العامة للرعاية السكنية كان لها دور كبير وواضح في الإشراف وتكليف الشركة المنفذة ضمن الكفالة العشرية للقيام بأعمال الصيانة ولتصليط الضوء أكثر معنا المهندس إبراهيم الناشي المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية حدثنا عن أبرز الجراءات بسم الله الرحمن الرحيم بداية نشكركم كوزارة الإعلام متمثل في قناة الكويت بالنسبة إلى ما تقوم به المؤسس العامة للرعاية السكنية حاليا فيما يخص الأضرار التي حدثت جراء السيول التي هطلت في بداية نوفمبر الماضي قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتكليف الشركات المنفذة للبناء التحتية كل حسب الأعمال التي قام بإنجازها بإصلاح بعض الأضرار التي كانت في المدينة جراء الأمطار وتمثلت تلك الأضرار في بعض الهبوطات في الطرق الداخلية وكذلك في سفلتة الطرق والأرصفة والبلاط والإشارات العلامات الاسترشادية في المدينة وحاليا الشركات مشكورة مستمرة في إصلاح تلك الأضرار تجاوبا مع المؤسسة العامة الرعاية السكنية وتحقيقا للشروط التعاقدية التي كانت بينها وبين المؤسسة مهندس كما تعلم أن فترة هطول الأمطار كانت عبارة عن ثلاثة مراحل والمؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت بتشكيل فرق لحصر ومعاينة هذه الأضرار بصورة دورية ورصد هذه أضرار تداعيات هطول الأمطار كيف كانت المتابعة وإلى أين وصلتم في السيطرة على تداعيات هطول الأمطار في منطقة صباح الأحمد وتكليف الشركة المنفذة لهذا المشروع طبعا مثل ما تفضلت يا حضرتك أول إجراء قامت فيه المؤسسة هو تشكيل فرق لحصر تلك الأضرار عما إذا كانت داخل المدينة أو خارج المدينة وتبعية هذه الأضرار لأي ما تقول مثل عقد أنجز وحجم هذه الأضرار إلى جانب تفعيل خطة الطوارئ التي انتهجتها المؤسسة للإسراء في معالجة النواتج السيول التي هطلت على مدينة صباح الأحمد السكنية يا تيك العافي مهندس كان معنا المهندس إبراهيم الناشي المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية فعلا مثل ما ذكرت المؤسسة ماضية قدما في متابعة هذه الأضرار عن كثب ومتابعة ورصد طبعا أعمال الشركة المنفذة لهذا المشروع وذلك للتأكد من سلامة هذه الطرق سواء كانت طبعا بنية تحتية طرق وأرصفة وكذلك أيضا تجمعات المياه الكبيرة هذا كل ما لدينا مشاهدين الكرام وننتقل الآن إلى الاستوديو فضلي نعم لما بعلاوي مراسلة تلفزيون دولة الكويت شكرا جزيلا لك وأيضا شكر موصول إلى ضيفك الكريم